نقطة حبيث فقط نتكلم عليها قبل أن نذهب إلى فاصل أثرت الكثير وأثرت الكثير من الحبرة يوسف بليلي نجم المولودية ونجم المنتخب الوطني طبعا يوسف بليلي الذي يقدم مستوى رائع مع مولودية الجزائر هذا الموسم استقبله ومنح له رقم 10 في المولودية أصبح محبوب الجماهير بدون أي منازع ولكن تصرفت بليلي مع الحكم تتحول إلى حديث صحفة العالمية طبعا إذا كان ممكن مع وريد من فضلك هذه ربما العنوين التي كانت أمس ومباشرة أو بعد غد من مباراة مولودية ضد وداد تيليمسان كيف هي قراءتكم لتصرفة هذا النجم وهذا اللعب الذي تصرف بطريقة غير محترمة مع حكم مباراة هي سيدة ولو أنه فيه الكثير ما يمكن القول فيما يخص هذا التعيين وفيما يخص القرارات التي لم تتخذها طبعا لم يتتخذها الحكم في هذه المباراة أنا بدأوا بعمر أمور أنت لاعب سابق خلينا نتكلم من الجانب الرياضي وبعدها رح نكون من الجانب الإعلامي تصرفات غير مفهومة تماما ليوسف بليلي مؤخرا مع حكام في البطولة المحلية أنا نظن الإدارة والمدربين نظن بلي ساهموا بقسط كبير خاصة في تصرفة بليلي لماذا؟ لأنه نظن بلي كان عنده أمور قبل المقابلة هذه مع حكام وتعاقب في مقابلة من أجل الحكم كان لازم الإدارة والمدرب خاصة يعملوا على الجانب النفسي لللاعب لا يحموه بطريقة مليحة لازم يحموه دائما يحمو اللاعب بش يقدم المردود اللازم أول لأنه قدوة الكثير من اللاعبين القدوة كثير من اللاعبين الشبان اللي رمجيين لما يشوفوا مظاهر كما هادون ضم بلي الأمور ما تعشبش الكثير لعب دولي لازم يبقى محفور كلاعب تقني ولاعب أخلاقي كذلك الحاجة المهمة أكثر كما قلت لك أن الإدارة والمدرب ما عملوش على الجانب النفسي البلايلي ضم بلي أكثر ما وراه يضيع وقته بلايلي ويضيع وقته مع الحكم كيف يمكن فعل ذلك عمر أنت اللعبت مع النوجون سواء في المنتخب الوطني أو في الاتحاد أو في المولودية أو في شباب الأزداد أو في أهل البرج لذلك سيكونوا ديكا باري هل تظن أنه نروح لك مباشرة وبدون أي مقدمة هل تظن أنه الكمورتمنت على اللاعب يدبس لجيسيون تعلن ترينير يدبس لجيسيون تعلن الإدارة لأنه ستكرر ستكرر من المباراة الأخرى هل تظن أنه يضرب بيد من حديد فيما يخص هذه النقطة؟ أزيد الكمورتمنت هذا بدأ بشوية دا يطلع لو كان ما تحبس الكمورتمنت من نهر الأولاني يعود يطلع لو كان تخليه والبلي بير سيرك تخلي هذك الكمورتمنت ومم بلس تحمي الكمورتمنت هذا هو المشكل يمكن أن يخلّه زيد بلايلي يخلّه يدير حوائج ممكن حاسبهم باللي رغم النورمال هذا هو الحوائج ليس نورمال بالنسبة له ولا بالنسبة للنادي لا يمثلو أنه موليد للجزائر مهما لعبوا فيها لعبين كبار يبقى النادي أكبر من أي لعب لعب فيه والأندي الأخرى كيف كيف لاعب جاميك لاعب كبير على أي نادي سواء في الجزائر لكن صورة الفريق كذلك في المزاد هذا اللي خلّه نشوف هالتعليقات اليوم في أكبر صحف العالمية عمر هل قد توسيء بطريقة غير مباشرة لنفسك ولناديك؟ يسير النادي هو اللي في الصورة الأولى اللي هو اللي في الواجهة لاعب ممكن يقدر غدوة بلايلي يغادر موليد الجزائر ولكن صورة موليد الجزائر دائما هي اللي في الواجهة لذلك النادي لازم يحمي صورة النادي في الجزائر وخارج الجزائر وكورة القدم الجزائرية كذلك وخاصة لأنه حكم امرأة فتصور معي أنه كان فيه وهذا شيء عادي تعاطف كبير ولو أنه تعيينها تعلمة استفهام ولكن من جهة أخرى كذلك سامحني عمر هنوليل عندك من جهة أخرى كذلك الكثير قال يوسف كذلك الحكم غلط بعد مطرد اللاعب وهو مفتح ربما فتحت على نفسها ما قد حدث للحكم مباراة موليدية ضد شابقا سنتينا عبنا شفنا نفس السيناريو فوضي جوف هو في الحقيقة يعني لعب كما يوسف بالليلي لعب اللي عنده الوزن تهو على الفريق لعب اللي احترف فيه أكثر من بطولة من المفروض أنه يمد الدول الوضعوني يعني يمد المثال للعبين الشباب اللي معاه وبقية اللعبين اللي في البطولة الوطنية ولكن مع الأسف أنه تصرف هذا يصر الآن للمرة تقريبا ثالثة صحيح أنه كان من المفروض أنه المسؤولين على هذا اللاعب خاصة خاصة أنا نظن باللي هناك شخصين يهما الرئيس النادي والمدرب كانوا يتكلموا مع هذا اللاعب هذا يعني يتكلموا معه ولازم يذكروه بأنه أولا أنه يسيء لنفسه كلاعب ويسيء للنادي ويسيء للبطولة الوطنية لا أدري إذا كان هذا الشيء هذا يقع أو لم يقع مع هذا اللاعب ولكن ما يجبش كذلك نحن نطيحه في فخ تعاليق اللي خرجت بعد هذه الحادثة هذه واحد يقول أنه اعتداء على الحكمة واحد يقول هو تصرف يعني تصرف مرفوض غير مقبول ونحن لا ندخلش في قضية أنه حكم امرأة أو صح لأنه حكم مباراة حكم يعني المفروض أنك تحترمه مهما كان مهما كان وهذا الشيء اللي خلنا نقوله في مباراة قسنطينا تكلمنا به نفس الشيء قلنا الحكم كان عليها إخراج البطاقة لأنه تتعرض إلى تعنيف اليوم امرأة فعنفس الشيء مرأة وش بضرورة امرأة وراجون نتكلم على حكم مباراة كيف مرأة الآن قضية تعيين تعيين البنت هذه في مباراة مثل هذه في ملعب خمسة جويلية بستين الف متفرج مباراة كاس كذلك تعرف أنه ممكن وشفنا أنه مباراة كان فيها احتكاك كبير واحتجاج كبير صح نظن باللي تعيين كان كان خاطئ أنا نظن أنه كان من المفروض قال ماما نظن باللي كان من المفروض الانتظار قريلا حتى إذا يعني يقحام هذه الحكمة في مباراة مثل هذه هذا شيء ولكن من ناحية أخرى كذلك ربما اللي يعين هذه الحكمة هذه عنده يعني عنده أسباب يبقى يبقى أنه هذا التصرف هذا مفروض ولكن كذلك يعني وغير مقبول كذلك أنه اللعب هذا يبقى يتعرض لضغط يعني في كل مباراة تعرض تعرض لضغط لما كان في البطولة المحلية يعود يعيشه اليوم أنا نذكر لما كان في اتحاط العاصمة بعض الناس قالت يجب أن يتوقف عن اللعب نهائيا مدى الحياة كانت الناس في بلاطو دوتيلي تقول يوسف بليلي لازم يحبس قبل العقوبة لازم يوقفه لازم يتوقف عن اللعب مدى الحياة لذلك كان في عمره 25 أو 26 سنة اليوم يعودون نقوله نفس الشيء ولو أنه الناس اللي كانت تقول أنا داقي لازم يتوقف اليوم برئيسان في اللعب لازم يكونوا موضوعيين لازم يكونوا موضوعيين هو الآن اللعب رو تقريبا خلف لفند كاريير بالمفروض عنده خبرة يعرف تصرف الحكامي يعرف تصرف 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 للمدرد بتاعه لابد أنهم يضعوا حد لهذا الأمر قبل فوت الأول نرح فاصل نعم نولي في دستالي بس نتكلم مع يوسف نعطي له فيما يخص هذه القادية وتكلم عليه سبليلي قبل الخوط في مواضيع أخرى يلا فاصل بعد سنوات